لعل من التساؤلات التي تطرح أنه لماذا لا نجد في مصادر التراث كثيراً من الأحاديث والروايات التي تروى عن سيدات بيت الرسالة كالزهراء والحوراء صلوات الله عليهما لماذا لا نجد مثلاً أحاديث في مجاميعنا الروائية بالقدر الذي يمكن أن يشكل منافساً لما يروى مثلاً عن عائشة الحميراء هناك جواب يقول إن سبب ذلك هو تقصير الروات وتقصير المدونين هناك جواب ثاني يقول إن سبب ذلك هو الظلم الذي وقع على بيت الرسالة على أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم وبالتالي عتم هذا الظلم على كثير من رواياتهم ورواياتهن هذا جواب ثاني ولكن الجواب الثالث والراجح نقول فيه إن علة هذا الفقدان لتلك الروايات تتمثل في أن سيدات الرسالة صلوات الله عليهم كن سيدات الخدر كن مخدرات مكانهن البيت لم يكن يتعاطينا مع الرجال والرواة في معظمهم من الرجال أنتم لاحظوا مثلاً الصديقة الكبرى صلوات الله عليها وما يروى عنها تجدونه في معظمه في مواقف محدودة من مواقف التاريخ خطبتها الاحتجاجية على الطاغية الأول خطبتها حينما عدنها نساء المهاجرين والأنصار وما بين هذا وذاك بضع روايات هنا وهناك كذلك الحال بالنسبة إلى السيدة زينب الحوراء صلوات الله عليها معظم ما يروى عنها هو في المواقف المشهودة التي تطلبت منها خروجاً من البيت في معركة كربلاء حين خطبت في الكوفة حين خطبت في مجلس ابن زياد لعنه الله حين خطبت في مجلس يزيد لعنه الله فكما ترون المواقف الخارجية هذه هي التي تمثل ما نسبته ثمانين إلى تسعين بئة من كل ما وصلنا عن السيدة زينب عليه الصلاة والسلام لماذا إذن لم تصلنا أحاديث كثيرة عنها وعن أمها الزهراء عليها الصلاة والسلام لماذا عموماً نجد سيدات الرسالة من أهل البيت صلوات الله عليهم قليل ما يروى عنهن ما هو السبب؟ السبب أنهن عملن حقاً بقوله تعالى وقرن في بيوتكن كانت وظيفتهن أن يربينا من هم في بيوتهن هذه وظيفة أساسية للمرأة المسلمة ولم يكن من وظائفهن الخروج والاحتكاك بالرجال أو فتح باب البيت أمام الرجال السيدة زينب صلوات الله عليها يروي علماؤنا عن يحيى المازني قال كنت في جوار أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة مدة مديدة وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته فلا والله ما رأيت لها شخصاً ولا سمعت لها صوتاً يقول أنا مدة مديدة كنت أعيش في المدينة المنورة بقرب البيت الذي تسكنه زينب عليه السلام بيت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول طوال هذه الفترة ولنقل إنها ربع قرن خمس وعشرون سنة يقول ما رأيت لها شخصاً ولا سمعت لها صوتاً على الإطلاق وتتمت الرواية تعرفونها إذ ينقلها الخطباء كثيراً يقول يحيى المازني يقول وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج ليلاً والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين عليه السلام أمامها فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين عليه السلام فأخمد طوء القناديل فسأله الحسن عليه السلام مرة عن ذلك فقال عليه السلام أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب إذن كان الأصل عند سيدات الرسالة أنهن يلزمن بيوتهن لا يخرج ولا يفتحن بيوتهن للرجال وهذا ما يفسر أنه لماذا نجد قلة في الروايات عنهن لم تكن هذه وظيفتهن الأساسية نعم ربما يتعاطين إن مع النساء بشكل طبيعي هذا صحيح فإنه أيضا ذكر في جملة ما ذكر من آثار أنه في الكوفة كانت للسيدة زينب عليه الصلاة والسلام في بيتها حلقة علم للنساء تعلمهن الدين والشرع والأحكام وما إلى هناك أما في المقابل عائشة الحميراء فلماذا يروى عنها نحو من خمسة آلاف حديث السبب أن هذه امرأة جلعة متهتكة كانت تحتك بالرجال ليلا ونهارا فتحت باب بيتها للرجال حتى أنهم كانوا يبيتون عندها كما علمتم منا من ذي قبل وذات مرة في إحدى المحاضرات إذا تتذكرون في الليالي الرمضانية حاولنا أن نحصي فقط الرجال الذين عرفتهم عائشة وعرفوها وتعاطوا معها وحدثوا عنها ورووا عنها كان هناك تماس مباشر بين الطرفين فبلغت القائمة أكثر من مئة وأربعين رجلا دخلوا على عائشة في بيتها وجالستهم وسامرتهم وحدثتهم وكثير من أحاديثها التي ألقتها إليهم كما تعلمون هي من قبيل الأحاديث الشائنة التي لا يصح أن تلقيها المرأة إلى رجل أحاديث فيها شين وعيب هذه المسألة نقولها توطئة لما نريد ذكره ولكن قبل أن نطوي هذا فإننا نقول إن بعضا ممن أعمى الله بصيرته اعتبر هذا سلبية في بنات الرسالة في قبال عائشة الحميراء مثلا قال قائلهم إنكم يا من تفتخرون بفاطمة الزهراء وعظمتها وشرفها ومقامها ومن ثم تفتخرون بزينب الحوراء صلوات الله عليهما نحن في المقابل نفتخر بعائشة الحميراء ولكن لا قياس فإن عائشة كانت فقيها هذا تراثها وهذه أحاديثها تشكل موسعات موسعات عن عائشة لدينا من الأحاديث ومن الآثار ومن الروايات أما في المقابل فلا شيء عن الزهراء إلا الفتات بضع أحاديث لا شيء عن الحوراء إلا الفتات بضع أحاديث فكأنهم بمثل هذه المقارنة يريدون أن يخدعوا الناس أو أن يقولوا للناس إن عائشة خدمة الإسلام وغذت وغذة الإسلام بآثار المعرفة والحديث أما الزهراء والحوراء فلم تفعلها شيء ليس لهما ذلك الإسهام في التراث الإسلامي ليس لهما حسبوا ذلك نقصاً والحال أنه كمال فإن قلة أحاديثهما صلوات الله عليهما يدل على خدرهما وعفافهما يدل على أنهما كانتا تجتنبان التعاطي المباشر مع الرجال وطبقة المحدثين والروات وهذا كمال المرأة أما في المقابل عائشتكم كانت تصاحب الرجال ليلاً ونهاراً ومن هنا خرجت منها تلك الأحاديث الكثيرة والتي معظمها كذب وشين وتفحش تفحش